استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا بشأن فعليات القافلة الموسعة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وجامع الطنطة وذلك بالتزامن مع احتفالات النصر اكتوبر لخدمة اهالي محافظة شمال سيناء اشار هذا التقرير الى ان القافلة قد استمرت على مدار ثلاثة ايام حيث تم الكشف على 1450 مواطنا في 13 تخصصا واجراء 70 عملية جراحية يتي ذلك في اطار تحقيق اهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة في توصيل الخدمات الطبية ذات الجودة الى مختلف المحافظات